السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي وأولياء تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وأبنائي وبناتي الدرس عن هاليوم رح يكون في مادة اللغاء العربية لتقدروا تقولوا له باللي هو درس حول الإعرب رح نديروا درس في الإعرب أبنائي رح نشوفوا ما هي حروف النص رح نشوفوا مع بعض حروف النص والفعل المضارع المنصوب شفتوا أبنائي باللي هذا الدرس أقريته في الفصل الأول حروف النص والفعل المضارع المنصوب ولاحظتوا باللي يمده في الإعرب ويمده لاحظت يمده الأستاذة جدا في الوضعية الإدماجية أبنائي رح نوريكم طريقة اليوم كيفاش تعاربوه بشكل سهل وصحيح وكذلك كيفاش خطر أخرى تقول لكم الأستاذة أعطوني في الوضعية الإدماجية فعل مضارع منصوب نعطيكم كيفاش تحطوه في الوضعية أبنائي وباناتي بلا ما نطول عليكم يلا أول شي نشوفوا حروف النصبي يلا مع بعض نشوفوا ما هي حروف النصب إذن حروف النصبي حروف النصب خمسة يجبوا حفظها أبنائي وباناتي كما قلت لكم حاجة لي تتحفظ أنا نقول لكم كغير مو باللي تتحفظ إذا ما تتحفظش أنا نحي عليكم الحفظ ونسي ينفهمها لكم لكن اللي هنا حروف النصب قلي خمسة لازم أبنائي تحفظهم في خمسة علاش قولوا لي أستاذة لازم نحفظها مش ما تتخلط لكم مش مثلا حروف النصب ما تتخلط لكم مش مع حروف العطف وكذلك ما تتخلط لكم مش مع حروف الجر إلى غير ذلك لازم في خمسة تعرفوا ما هي حروف النصب يلا هننشوفوا ننسيوا كيفاش نحفظوها مع بعض نك وش عدنا الحرف اللول لن حتى كي أن ولي هذي تسموها اللام ولا لام تعليل إلى غري ذلك ننسي نبسطها لكم جي لي يلا هنحفظوا مع بعض أبنائي قولنا حروف النصب كم يلا نحسبوا مع بعض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يجبوا حفظوها في خمسة نعودوا مع بعض وش عدنا عندنا لن حتى كي أن ولي لازم تحفظوهم دكار ننشوفوا هذي الحروف تعال النصب وش تدير وش نقولو تدخلوا حروف النصب على الفعل المضارع لنك أبنائي حنا حروف النصب تدخل على الأسماء المفعول به إلى غري ذلك لكن هنا الدرس التاعنا انسيك ياماني كما احنا نقولو نشوفوها كيف تدخل على الفعل المضارع وش تدير للفعل المضارع لنك هذا الدرس رح نشوفوه فعل المضارع منصوب لنك يلا نشوفو مع بعض أبنائي قلنا تدخلوا حروف النصب شو كون هي حروف النصب؟ لن حتى كي أن ولي تدخلوا على من أبنائي تدخلوا على الفعل المضارع ويلا نشوفوه إذا متفكر الفعل المضارع أبنائي باش يخلص دائما يخلص بالضمة لعبتو أكلتو إلى غير ذلك الفعل المضارع تفكروا أبنائي عفساركم تديروا فيها دكة العفسار كي تديروها دكة مثلا من ضماء هو يلعبو هو يلعبو باش يتخلص بالضمة إذا فعل المضارع أبنائي هو كل فعل يبدأ ألف ولا نون ولا يأ ولا تا دائما نقول لأبنائي باش تتفكروا فعل المضارع هادي فقط كما احنا نقولو تذكير آنيتو الفعل المضارع دائما يبدأ بألف أو نون أو ياء أو تاء ودائما لازم يخلص بالضمة حسنتم هي لا تلعبو هي تلعبو دائما نقولو دكة الفعل المضارع نديروها دكة وشو نقولو هذا بالنسبة للفعل المضارع قدرت لكم تذكير باش تشوفو هاد حرف النصب وش تدلو تدخلوا حرف النصب على الفعل المضارع فتنصبو أبنائي هلش مسمينها حرف النصب لأنها تنصب الفعل المضارع وشو معتها تنصبو معتها هو كان فيه ضمة وش تولي فيه تولي فيه فتحة حسنتم يلا هنشوفو مثال شوفو وش قلت لكم يلعابو الولادو بالكراتي لك أبنائي وروا ولا هنالفعل المضارع تاعنا حسنتم ها هو يلعابو هو الفعل المضارع تاعي هاش باش 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 شوفو بدا باليا وانا وش قلت لكم أفعل مضارعات بدا يا الف يانون يا يا ياتا هو بدا بيا وش قلت لكم تخلاص الفعل مضارع يعيه يخلاص بيضمة تخبية ونقولوا بليارو يديرو دكا يلعابو الولادو بالكره الولادو يلعبدو حسنتم ها هو الفعل المضارع تاعي يلا هنشوفو كي ندخل عليها أحد حرف النصب إذا يقعدها هكا لن يلعب الولد بالكرة دخلت عليها أول حرف نصب لن قلت لن يلعب أسكو أبنائي قلت لن يلعب الولد بالكرة لا إذن حروف النصب تدخلوا على الفعل المضارح سوف ترى ما بدلت كان عنده ضمة كي كان وحده كان عنده ضمة كي دخلت عليها حرف نصب نصبته بالفتحة قلت لكم اسمها لا مسمى وسميها حروف نصب لأنها تنصب وشنو معتها تنصب معتها هو يكون عنده ضمة يكون عنده ضمة وش ترجع له ترجع حاله فتحة دكار والله نقدر نقوله حتى يلعب الولد بالكرة نفس الشيء عفوا فتحة كي يلعب الولد بالكرة كذلك نصبتها بالفتحة أن يلعب الولد بالكرة كذلك نصبتها ليلعب الولد بالكرة كذلك نصبتها إذن أبنائي يلا هنشوفو كيفاش نعاربوها حسنتم أول شي لن أعربوها حرفو نصب أبنائي ما تكسروش رأسكم صبتوا لن حتى كي أن ولا لي قاعد يكورجنا عربوها حرفو نصب شوفوا وزوش كلمات حرفو نصب خبيا يلا نشوفوا الفعل المضارع المنصوب كيف أعربوه كذلك سهلا نقولوا يل عبا وأبنائي دايما نكتبوا الحركة باش ما تنسوش كي تلحقوا لهنا باش منصوب نديروا الحركة تاع الكلمة تاعنا فتحة ونبعد وش نقولوا فعل مضارع منصوب بماذا لازم تكتبوا لي أبنائي باش منصوب من هو الحرف الذي نصبه كتبت لكم لن وكتبوا لن كتبت لكم أستاذة حتى كتبوا حتى تكتب لكم كي يكتبوا كي إلى غير ذلك نعودوا فعل مضارع منصوب بلن ها هي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لاحظتوا باللي إعراب جد بسيط أبنائي وباناتي نعودوا مع بعض الفعل المضارع قلنا وش بيه يكون يا يبدى باليا ولا تأولى الألف ولا نون تفكروا أنيتو ودائما يكون بالضمة هاديك يكون عادي وبيانشوق الفعل المضارع لازم بذكره ويسرى حسنتم يلعبوا إذا دخلت علي إحدى حروف النصب وش يقول لي علش سميتها حروف النصب لأنها تنصب الفعل المضارع تاعي بالفتحة حسنتم أعربوا الحرف عفوا أعرب الحرف تاعي حرف ونصب والفعل اللي مراهنا عربوا فعل المضارع ومنصوب بالحرف اللي كان عندنا وعلامة نصبه لازم نقولوا شنو هي الفتحة الظاهرة على آخره وأبنائي حذرتكم قلت لكم بيلكم تحبسوا في الفتحة لازم تقولوا ظاهرة على آخره وشو معنتها ظاهرة على آخره معنتها أرانا نشوفوا فيها ظاهرة في الآخر حسنتم يلا أبنائي نعودوا تذكير خفيف قبل ما ندخلوا للتطبيق تاعنا ودايما نقول لكم دائما نسي نديلكم تطبيقات هكذا باش نعمقوا الفهم تاعنا ونسيوا دائما ننوجدكم للفروض والاختبارات يلا مع بعض قلنا حروف النصبي خمسة لن حتى كي أن ولي ماذا تفعلوا هذه حروف النصب؟ تدخلوا على الفعل المضارع يكون مرفوح تنصبوا هذا ما كان علش سميناها نصب لأنها تنصبه الإعرب بالتحاء أسهل ما يكون نعربها ديرة حرف ونصب مهما كانت من هذه الخمسة قح حرف نصب اللي مراها فعل مضارع منصوب بالحرف اللي قبلها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرية لحتوا أبنائي ما كاش حاجة صعيبة في هذا الشي يلا بعد ما كملنا ننتقلوا مع بعض إلى الإعراب تاعنا ولا التطبيق تاعنا وشيقول يلا مع بعض أبنائي نديروه كيف كيف تطبيق تاعنا وشيقول اعرب ما تحته خط لك الأستاذة ولا الأستاذ أنا أعطيت لكم جملة طويلة باش هكا نوري لكم بلي قادر في النصوص تاكم يطيح لكم جملة طويلة كيفاش تتعربوا ليسطروا لكم عليهم تخيب يلا يلا هنقرأوا الجملة تاعنا هذي طويلة ونشوفوا ألعبوا مع أصدقائي مرة في الأسبوع حتى نورفيها عن أنفسنا شوش قلت قلت بلي نلعب مع أصدقائي مرة فقط في الأسبوع في السمانة قاعدتك نلعب معهم مرة باش نرفه عن أنفسنا سمانة 6 يام نقافيهم ويوم فقط في الأسبوع نروح نلعب فيه لأورفيها عن نفسي أحسنتم يلا أبنائي نشوفوا سطروا لي لحظوا سطروا لي ألعبوا سطروا لي حتى وستروا لي نورفيها أحسنتم يلا أبنائي شوفوا أنا كيفاش نظمت الورقة التيعي كتبت أنتوا ماديروا جدول من المستحسن أنه ما كاشكي متنظيم تاع الجدول الكلمة وإعربها يلا هنشوفوا أبنائي أول كلمة ألعابو خبيا يلا هنشوفوا كيف أعرب ألعب وشاكم تلحدوا قوتلكم نعاودو نطلعو لهنا الفعل مضارع يبدأ بالآلف ولا الياء ولا نون ولا التا ويكون مرفوع بالضمة وقدنا بينزور يكون دكا لازم هادلعب ستصار دكا باش نقول عليها مضارع لو كانت تكون صارت في الماضي يقول ماضي حسنتم يلا مع بعض ألعبوا وشاكم تلاحظوا بدأت بالآلف برافو وكذلك وش تلاحظوا كذلك باللي عندها ضمة إذن ألعبوا أبنائي ما دخلت عليها حتى حرف نصب إذن كيف أعارب إعارب سهل وبسيط فعل مضارع شوفوا الفعل مضارع كيف حركته ضمة إذن أقول مرفوع حسنتم أنا نحب نعرب قدامكم مش شوفوا كيفاش نكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة وعلامة ورفعه ما هي علامة رفعه أبنائي علامة ورفعه الضمة الظاهرة على آخره حسنتم قد لكم دايماً هادي ما تنسوهاش الظاهرة على آخره تخبيا دوق أبنائي وبناتي لاحظنا بدأ بالآلف عرفت باللي مضارع بصحة ما نتأكتش تمتم نزيد نشوف الضماء أوب نقول مضارع هذا صحة نزيد حققت الشرطين نزيد نشوف الشرط الثالث إذا صح يتصردوكا ألعب ويتصردوكا حسنتم ما صرتش في الماضي في الماضي نقول لعبتو حسنتم إذن الإعراب تاريكون جد سهل فعل مضارع مرفوع وعلامة ورفعه الضمة الظاهرة على آخره برافو نوك أبنائي سيوا ما تخافوش الإعراب الإعراب ما يخوفكمش حسنتم يلا هنشوفو بعد ما كمت الكلمة الأولى يلا هنطلقو إلى الكلمة الموالية حتى نوك يلا هنشوفو شوفو نطلعكم غير شوية حتى عليش قلتلكم حفظوها بش تمتم تعارفو أوب حتى حرفو نصب حسنتم إذن حتى شفناها من حروف النصب إذن نقول حرفو نصب شوش حسه لا تخبيا نوك حرفو نصب لازم تعارفو لن حتى كي أن ولي برافو تخبيا نوك يلا هنروحو للكلمة الموالية شوفو كيفاش راهي تبدأ راهي تبدأ بالنون وانا قلتلكم فعل مضارع تفكروا كلمة آنيتو آنيتو فيه النون تخبيا نطلقها وفعل مضارع نرفيها ما قلتش رفهنا حسنتم قلت نرفيها برافو راهي تخلاص كذلك بالفتحة وش نقولوا أبنائي قلتلكم دائما حرف النصب ماذا يأتي وراءه إذن يأتي وراءه فعل كما شفنا في المثال تعدس فعل مضارع لكن ما نقولوش مرفوع لأنو ماوش مرفوع راهو منصوب حسنتم منصوب وكين تلاميذ بزاف يكملوا وعلامة ونصبه الفتحة لا أبنائي لازم نقول بوش منصوب لازم نكتب الحرف اللي منصوب به منصوب بحتى ودايما نديرو لهم عكا بش يشوفوها حسنتم وعلامة ذو كتكملوها وعلامة ونصبه وشنو؟ الفتحة الظاهرة على آخره الظاهرة على آخره لاحظتوا باللي أبنائي إعراب جد سعر كي نشوف الفعل المضارع التاعي نورمال ما تخلى عليه والو وفيه ضمة نقول فعل المضارع مرفوع علامة ورفعه الظاهرة على آخره نشوف الفعل المضارع التاعي دخلت عليها أدوات النصب وقلت لكم محفظوها كين خمسة لن حتى كي أن ولي برافو أعربوها حرف نصب واللي مراه إذا كان فعل المضارع ما عربو فعل المضارع منصوب بالحرف هذك اللي قبلها اللي هو حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرين لاحظتوا أبنائي باللي كي ما احنا نقولو تفهموا هذا الدرس تولو تعرفوا تعاربوا والجزء الثاني اللي نبهه ليه أبنائي أنا أني نلاحظ باللي في الوضعيات الإدماجية التاعكم يقولو لكم زي ما عبروا وضعية ويقولو لكم استخدموا كي ما احنا نقولو وظف حرفها نصب وفعل المضارع منصوب ولا وظف فقط فعل المضارع منصوب أبنائي لازم توضفوا لهم إحدى هذه الحروف داكور إذا وظفتوا لهم لن أعرفوا باللي موراها رح يجيكم فعل المضارع منصوب حتى نفس الشي كي أنوالي داكور قلت لكم اللي يفهم هذا الدرس يفهم كيفاشل أي عرب ويفهم اخترخا كي يقولو الوظف اللي فعل المضارع منصوب باللي يستخدم إحدى هذه الحروف واللي موراها رح يجي بس يفعله فعل المضارع منصوب داكور أبنائي كالعادة أبنائي وبناتي وحتى أولياء التلامي لما يشاهدوا فينا أي سؤال ولا استفسار ولا حاجة جدتكم صعيبة مع لكم إلا تخلوها لي في التعليقات ونجاوب عليها في أقرب وقت ممكن وكيما نوصيكم دائما التركيز ثم التركيز سر النجاح يكتب عليكم هو التركيز نركز ما كاش مسحيل أساتي دايتوكم عفسا ما قريته هاش داكور وانا إن شاء الله أنا نحاول في كل مرة نعطيكم دروس ملخصة وتمارينات وبيان سيغ نماذج للفروض والاختبارات حتى جزء السيزيام إن شاء الله وكيما نقول لكم كالعادة أي درس في مادة اللغة ولا الفرنسية ولا الرياضيات رح تجيدونه في القناة بلايليست عسين كاماني وكالعادة أبنائي ربي نجحكم إن شاء الله شكرا